اهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج الحكب السياسي شغل العدوان الاسرائيلي على غزة الاهتمامات المحلية الاقليمية والدولية واتجهت الانظار كلها على مدى تأثير هذا العدوان على الداخل اللبناني وملف ترسيم الحدود بشكل خاص يلي بعد ناطر عودة الوسيطة الامريكي لمعرفة الرد الاسرائيلي حكوميا قضى السجال الاخير بين الطيال وطن الحر من جهة والرئيس المكلف نجيب مئات من جهة تانية على اخر شعر امل بتشكيل الحكومة وصار شبه مؤكد انه هيدا الملف انطوى مع دخولنا بمعركة الاستحاء الرئاسي والبزارات السياسية المحلية والخارجية لانتاج رئيس جديد على مقاس الاحزاب الحاكمة ميليا بدأ اضراب المصارف اليوم ورح يستمر لبكرة وما منعرف اذا رح بكمل اكتر ليزيد من وطئة الازمات والانهيارات يلي عم بعيشها المواطن اللبناني وبدأت اثارة تترجم بارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء كل هيدا الملفات رح نحكي فيها اليوم ورح نبلش بالملفات السياسية مع المدير العام السابق اللي وزارة الاعلام والكاتب السياسي الاساس محمد عباد اهلا وزيلا فيك استاذ محمد يعني بداية حديث الساعة العدوان الاسرائيلي على غزة شو التوقيت على شو بدل استاذ محمد طبعا دائما الاسرائيلي بين كل حرب وحرب بيعمل معارك امنية استخباراتية بدأت المسألة وكأنه هناك نتيجة الصراع الداخلي الاسرائيلي حول موضوع السلطة الانتخابات والحكومة المقبلة التركيب الحالي بقيادة رئيس الحكومة يقير لبيد عم بحاولي يعني يسجل نقاط ليقول انه انا يعني انتخبوني مرة جديدة ودائما بسجلوا نقاط بدم اخوتنا الفلسطينيين يعني فحكما المعارك الامنية والاستخباراتية ما بتوقف تقلوا بعد مسؤولي حركة الجهاد الاسلامي ومن ثم قدروا يعني يغتالوا قياديين كبيرين ومهمين الانتاريخ بالمقاومة من حركة الجهاد الاسلامي سرايا القدس ومن الطبيعي كان انه الحركة ان ترد على هذا الاعتداء الامن الاستخباراتي والذي تحول الى كالعادي يعني الى جرائم بدم الفلسطينيين يرتكب على عدو الاسرائيلي وصلنا على التهدي لانه دائما محكوم الامور بالتهدي ايه بعتقد يعني جمزة هلا خلينا نقول لانه بموضوع غزة ما فيك تطمئن انه ممكن يكون فيه مصار طويل من التهدي لانه مثل ما قلت عندما تكون هناك حاجة اسرائيلية لترتيبات داخلية ما نتيجة الاختلال دائما بيكون بالسياسات الداخلية الاسرائيلية حكما بنتقلوا الى اعتداء اليوم كان هذا الموضوع يجرب معنا في لبنان سابقا بسبب قدرات المقاومة اليوم وخوف بعد التجارب بالعام 2000 وال2006 من المقاومة عمليا صاروا يتجنبوا لبنان ما عد فيه مثل ما بقولوا يعني بين هلالين فشت خلق غير موضوع غزة لمحاولة تثبيت مواقع في السياسة الداخلية الاسرائيلية يعني برأيك هلا حاجات اسرائيل الداخلية ما رح تكون عم تتعلق او تقرب صوبة الداخل اللبناني محصورة بس بالوضع الفلسطيني ما رح نشهد شيء اقليمي بالمنطقة نحن في ملف عالق بيننا وبين العدو اللي هو موضوع ما الترسيم لحدود اذا ما رجع الوسيط الامريكي خلال الاسبوعين المقبلين في اقصى حد بجواب واضح ورسمي وليس وعود لان اليوم كنا عم نشوف بعض التسريبات انه صار في هناك وساطة امريكية او رسائل نقلة الكويتي الموفد كويتي عن لسان الامريكي وهذا امر غريب لأول مرة بيدخلوا الكويتي بهيك يعني دائما كنا نسمع القطري هو كان يلعب هذا الدور في تسريبات اليوم انه كان في موفد كويتي ونقل رسائل بوعود اسرائيلية بانه لبنان بياخد اللي بده ياه من الترسيم انما بعد الانتخابات الاسرائيلية مين اللي رح يصدق العدو الاسرائيلي هل رح يكون عندنا سلطة ممكن انه تصدق او بناء على وعود امريكية تصدق العدو الاسرائيلي ولبنان ينتظر والاسرائيلي رح يبلش يستخرج باثنين او ثلاثة ايلول المقبل يعني المسألة ثلاثة اسابيع تقريبا انا بعتقد هاي دي مسألة خطيرة هروب الى الامام يعني هذا الموضوع طبعا مسألة خطيرة جدا اذا بكون في حضب السلطة ممكن يصدق وعود اسرائيلية من الى الامريكي حتى لو كان هناك ضمانات لماذا أمتى نعطانا ضمانات الامريكي ونفزها إذا كان الموضوع مش بس لأنه لكل العالم العربي إذا كان الموضوع يتعلق بإسرائيل بس دخول الكويتي يعني دخول دول العربية حتى لو كان دخول دول العربية أنا شو بيعمل للكويتي ليش الكويتي مع احترام إلهم نحن يعني دائما الكويتي شوية منميزة عن باقي دول الخليج في مقاربتها للشأن الداخل اللبناني لأنه دائما كانت ودودي ومنفتحة وما دخلت كثيرا في تفاصيل الوضع الداخلي اللبناني إنما أنا شو بيقدر يقدم للموضوع الكويتي من ضمانات أنه هذا العدو سيستجيب لمطالب لبنان حتى يعني بين أهلالين يعني مطالب لبنان لأنه هي صارت متدنية جدا بعد الانتخابات في داخل كيان العدو الإسرائيلي يعني واحد عم بمعنى وهم عمليا حتى لو كان بضمانات أمريكية بين اتفاق الإطار وبين 17 أيار اعتبرت 17 أيار كان بعض أفضل شروطه من اتفاق الإطار لأنه 17 أيار رغم كل الشوائب اللي فيه والمخاضر فيما يعني الترتيبات الأمنية كان يعترف بأن الحدود الدولية وفق اتفاقية الهدنة العام 49 اللي ثبتت فيها الحدود المعترف بها دوليا اتفاق 17 أيار اعترف بهذه الحدود وإن كان أضاف عليها بعض الترتيبات الأمنية لصالح العدو الإسرائيلي اتفاق الإطار ما حكى مطلقا عن الحدود الدولية ولا حكى مطلقا عن القرار 425 حكى عن القرار 1701 والخط الأزرق وهذا أمر خطير ما نحن مش قابلين بالخط الأزرق شو الخلفية طبعا؟ أنا بعتقد حسب ما بفسر الرئيس بالرئيس أنه هذا الموضوع لم يكن سوى آلية أو وضع آليات للتفاوض المفترض غير المباشر في النقورة إنما مجرد ما أنت تعطي مستند للعدو الإسرائيلي بأنك أنت موافق على الخط الأزرق وموافق على 1701 بكل مندرجاته مع أنه لبنان تحفظ على كثير من النقاط بهذا الموضوع عمليا تحفظ على مسألة الخط الأزرق والنقاط اللي بعدها بيد العدو يعني العدو لم ينسحب إلى الحدود الدولية المعترف بها بعتبر أنا أنه هذا الاتفاق خطير طبعا خطير في بطاية وتسوية ما في صفقة ما برأيك هو أستاذنا الخطورة الأكبر بهذا الموضوع لما أنت بتبلش باتفاق الإطار من خط أزرق بناء على الخط الأزرق البري يعني عمليا رح ترسم خط أزرق أو خط أبيض سميه حتى الرئيس بري خط أبيض بحري وبالتالي الخط الأبيض البحري إذا بدي سويه بالخط الأزرق البري لبنان بيكون خسر خسارة كبيرة في سرواته في موضوع النفط والغاية أنا هذا كان اقتراضي على الموضوع نعم مفروض تبلش بشيء أبعد من الخطوط طبعا بالحدود الدولية من نقطة رأس النقورة يعني رئيس الجمهورية كان معه حقوقت اللي بلش بالخط 29 معه حقوقت اللي بلش بس ما نعرف ليش تراجع لأنه ما نحنا بأول مرة حكى معي واشتغلنا وانضمينا يعني لها الموضوع كان على أساس عرض فرجانية حول موضوع الخط 29 وتفائلنا بأن هناك في دراسة كانت معمولة من قبل مصلحة الهايدروجرافيا في قيادة الجيش مع خبراء يعني متخصصين في القانون الدولي في قانون البحار وفي القضايا التقنية بهالموضوع فتفائلنا بأنه هناك من يطالب بحدود لبنان البحرية بناء على مقاييس ومعايير دولية مهمة فوجئنا بعدين بمقابلة مع جريدة الأخبار مع صديقنا وزميلنا الاستاذ الأولى نصيف بأنه تراجع رئيس الجمهورية إلى الخط 23 وأنا بعتقد كانت صدمة هايدي أنا بنسبة لألي شخصيا لأنه على مدى سنة تقريبا في كل الجلسات اللي صارت مع رئيس الجمهورية كان دائما يشدد على أننا الخط 29 هو خط حدودنا البحرية طيب بس ردة لجبور ضيفة الأسبوع الماضي بتقول أنه خط 29 بعده موجود وبعده قابل للتفاوض ولكن التمسك بال29 كان ما رح يخلي هوكشتاين حتى يفكر يرجع على لبنان العودة إلى 23 فتح المجال لأنه نرجع إلى باب التفاوض بالمعيلة الثانية هناك من يقول أنه المسيرات طبعا حزب الله هي اللي قدت أنه يجي أعمص هوكشتاين إلى لبنان اليوم هيدا الخط مين عم بتحرك؟ أول شي فيكتار عم يحكوا بالموضوع مع احترامي لا 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 سيد رندلع شخصيا ما بعرفها بس عم نحكي المبدأ يعني عم يحكوا بالموضوع ما بيعرفوا شي عنه أنا عم بحكي عن شي بعرفه في كتير متطفلين طبعا ما عم بقصدة دخلوا في محيط رئيس الجمهورية وصاروا وحطوا أيدهم بالملف منه نشتغل دور منصق الأنشطة الأمريكية ومنه نشتغل دور أنه يمرق الرسائل الأمريكية لرئيس الجمهورية للتخويف فيما يعني العقوبات أو توسيع العقوبات اللي بدأت على النائب جبران باسيل وعلى غيره نحن عم نشتغل بهالموضوع بهذه الطريقة نفكر بغير طريقة الطريقة أنه كنا عم نفاوض لحد خمس جلسات مننا أورا بيوفد عسكري وتقني محترم وواعي وفاهم لها الملف على أساس أنه نحن حدودنا هي الخط 29 وقف التفاوض لأنه نحن كانت هذه ما حدا بيسألها بيسألها القصة حضرتك هل عم تسأله وقف التفاوض لأنه لبنان كانت حججه القانونية والتقنية قوية جدا بعد معرضة أمام الوفد الأمريكي ووفد العدو ووفد الأمم المتحدة في القاعة اللي كانوا موجودين فيها ولم يستطع وفد العدو الإسرائيلي أن يجيب على أي من كل اللي عرضوا الوفد اللبناني وبالتالي نحن كنا بموقف قوي جدا 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 المؤسف اللي صار تنازل عن حقوق لبنان تنازل عن حقوق لبنان لحد اليوم لما بروحوا أبعد من هاك منسميه خيانة عظمة مين اللي تنازل بالمباشر مين اللي تنازل مين اللي أعطى الأمر رئيس الجمهورية لأنه هو اللي طلع يعني أنا صراحة فوجئت لما ريت المقال أو الحوار اللي عامله مع الأستاذ طيب بس سيد جمهورية اليوم كمان كلف أنه هو يكون يلي عم يحكي مواضيع الترسيم وعندك الرئيس بره من تاني ماليا لها حاطة انتفاء الإطار كمان رئيس الجمهوري راح كتير بعيد كلهم شركاء الآن كلهم شركاء في التنازل عن حقوق لبنان التي ترتكز على أن مقابل شو؟ ما في تنازل هو خط حدودنا البحرية ما في تنازل خوفا خوفا من العقوبات الأمريكية اللي بعد السيف المصلط على رؤوس الكثير من المسؤولين اللبنانيين طيب اليوم نصب لقلك كلام جديد أنه نحن قادمين على تنازلات بعد أكتر تنازلات أكتر لقلك ليش لأنه ما حدا قالنا شو صار بالجلسة اللي صارت مع الوسيطة الأمريكية بأصرب عبدا والاجتمع فيه المجموعة من المسؤولين بنان من رئيس الجمهورية رؤسة ثلاثة إلى بعض المستشارين بالموضوع فما حدا قالنا شو صار بس جوا تفاؤلي غير واقعي جهة تانية اليوم حسب معطياتي أنا الكلام الوحيد اللي طلع فيه الوسيطة الأمريكية لم يعطي أي التزام واضح حوله أن حقوق لبنان ستكون محفوظة ودائما يتحدث عن أنه الدوران في التفاوض هو حول الخط 23 وليس الخط 23 نفسه لذلك إذا استمرنا بهالألية من التفاوض رحين على تنازلات جديدة طب قيل كمان أنه قانا مقابل الكريش ولكن فيه على طرف البلوك رقم 8 إسرائيل عم بتحاول تمرق الأنابيب من هنا أستاذ جيمي ما في شيء اسمه حق القانا بالمعنى العملي والفعلي أنت اعتبرت سخيفة طبعا اعتبرت أنه هذه معادلة سخيفة أن نقول بأنه حققنا انتصار بأنه أخذنا قانا مقابل كريش نحن قلنا نص حق القريش قانا الشاف اللي هني عم يحكوا عنه الجزء اللي عم يحكوا عنه لا يتجاوز مساحته لعشرين كيلو متر مربع بالمقابل الإسرائيلي بده ياخد منه بالبلوك رقم 8 300 كيلو متر مربع ضيفهم للألف واربعمية وعشرة بعد ما نكون صار نقشلنا العشرين بكون أخذ منه الإسرائيلي ألف وسبعمية وعشرة كيلو متر مربع طب أستاذ محمد في شيء غريب اليوم شوي كمان وخاصة عم بيتعلق بحزب الله حضرتك عم بتقول أنه الجانب اللبناني خايف من العقوبات الأمريكية والوسيط هو أمريكاني وعم نمشي نحن مثل ما بده الأمريكاني وعم نتنازل لمصلحة إسرائيل وبعدنا عم نتفاوض مع الأمريكاني ما حدا أجأ لي خيره غيره هيدا الوسيط ما بدنا الأمريكاني ما بيسترج وأكتر من يلي راضي هو حزب الله هلا مش راضي خلينا نقول لو كان راضي حزب الله لأقلك فيه عم يساهم بالمقاوضات فيه أزمة مع حزب الله بهذا الموضوع بكل صراحة الأزمة قائمة أنا بنسبة لإلي كمتابع تفصيلي ويعني مستغرق بهذا الموضوع من زمان أنه حزب الله أنا كنت بفضل أن لا يقول أنني أقف خلف الدولة اللبنانية في موضوع التفاوض وأن يذهب أن يطرح وزراء حزب الله في مجلس الوزراء قبل أن يتحول إلى حكومة تصريف أعمال مسألة صقف التفاوض الذي يقبل به لبنان بموضوع ترسيم الحدود ما صار هذا الموضوع نقال عنوان أنه نقال عنوان واحد نقف خلف الدولة اللبنانية طيب بركي هذه الدولة نتيجة الضغوطات الأمريكية وخوف المسؤولين فيها من العقوبات تنازلت إلى حدود يعني كبرى تصل إلى حد يعني خيانة لبنان في هالموضوع مثلا أوكي عم نعطي فرضية طيب شو بيعمل حزب الله بظل واقف خلف الدولة اللبنانية طيب وهذا الكلام كمان ينسحب على أمور أخرى يعني أنت بكرة بكل شي رح تظل لك واقف خلف الدولة اللبنانية كمقاومة إذا صار يعني بركي بكرة صار اعتداد إسرائيل كيف تنطبق كمان كيف تنطبق على رئيس الجمهورية اللي عم تقول تنازل والرؤسة كمان هيدا تنازل من حزب الله كلهم تنازلوا يعني وقت اندي حزب الله بيقول لك حضرتك عم تقول هيدا تنازل كمان سمحت السيد نصر الله بأحدى المقابلات التلفزيونية شو قال قال أنا عم يسأله الموزيع أنه ليش تدخلته في هذا التوقيت قال بكل صراحة أو أوضوح أنه نحنا تدخلنا بعدما لمسنا أنه الدولة عاجزة نتيجة خوف المسؤولين بالدولة وخوفهم على أنفسهم وعلى عائلاتهم من العقوبات الأمريكية مش أنا اللي قلتك سمحت السيد قال وبالتالي عمليا الحزب هون أنا بعتقد عايش حال التناقض في الموقف ليش أنا بقول أنا خلف الدولة اللبنانية وعارف هيدا الدولة خايفة من العقوبات الأمريكية لذلك عم تتنازل وبنفس الوقت أنا برفع السقف بموضوع التحدي والتهديد للعدو يعني برايح ما في تنازل حزب الله والتحدي والتهديد للعدو يجب أن يترافق مع الطلب من السلطة اللبنانية المسؤولين في لبنان أن يرفعوا سقف التفاوض وأن لا يتنازلوا للعدو السيد محمد عباد الصحافة أو عضو المكتب السياسي بالطير وطني الحر وليد الأشقر بيقول أنه التنازل بلش مع الرئيس بره ورئيس الجمهورية إجا صحح الخلق سابقا وقت اللي كان رئيس الجمهورية متبني الخط 29 الآن صاروا بصف واحد نعم بتحكي كمان عن اليوم تنلتقل شوى عن ملف التاني ملف الثنائي الشيعي بالانتخابات ما بعد الانتخابات كان عندك مواقف كتير نارية بهذا الموضوع واعتبرت أنه أصبحوا يعني ما فيه أي معارضة أو أي اعتراض شيعي بوجه الثنائي الشيعي وهيضا شي خطر وعتبت الثنائي اليوم من بعد الانتخابات برأيك فعلا الشيعة اليوم ما بقى كتير متمسكين بحزب الله وبحركة أمل لا لا أنا ما أصدت هيك أبدا الحزب الله حزب عنده حيثية شعبية كبرى الحركة للأسف يعني وأنا أحد بس حكيت عن نسبة اقتراعيات مرة طبعا الحركة تراجعت شعبيا بشكل كبير نتيجة الخلل في أداء قيادتها وحالات الفساد التي تغلغلت فيها بأعتقد أنا اللي أصدت بهالموضوع تحديدا أنه نحن كشيعة نحن نتميز بأنه نحن لدينا باب الاجتهاد على المستوى الديني الفقهي مفتوح فكيف على المستوى السياسي ما فيك تكون أنت على المستوى الفقهي والديني عم تطول أنت تعمل وفقا لمبدأ الاجتهاد والانفتاح والتعددية وعلى المستوى السياسي تجي تقول أنه أنا بس هؤلاء الحالتين هؤلاء اللي بمثلوني أو هؤلاء اللي محاصريني هني بمثلوا جزء من الشيعة بس ما بمثلوا كل الشيعة لذلك أنا شؤلت قلت أنه هذا الثنائي قاتل للديمقراطية والتنوع أنا أدعو إلى تعددية في التمثيل السياسي داخل البيئة الشيعية وهذا أمر في غنى لحزب الله كحالة مقاومة لأنه ما يجمعنا في حزب الله وحالة المقاومة بشكل أساسي الأمور الأخرى نختلف عليها في كثير من المحطات بس بتقول كمان لو الإمام المغيب بهذه الفترة إجا ودعم أحد التغييريين كان حتى حزب الله والحق الصنائي يعني خونوه هلقد فيه أحكام طبعا طبعا لأنه أداء ونمط تفكير الإمام موسى الصدر بهذا الموضوع مختلف تماما عن الأداء اللي عم بيقوم في السنائي الإمام موسى الصدر كان منفتح على كل شرائح البيئة الشيعية في المجتمع اللبناني وما كان محاصر نفسه ولا يعتبر نفسه بأنه هو من يمثل وحيدا كل الطائف الشيعية رغم أنه كان رئيس المجلس الإسلامي الشيعي العلا وبالتالي فيه أزمة داخل البيئة الشيعية حول مسألة التمثيل حول مسألة التعددية والتنوع وبأعتقد بالمراحل المقبلي رح نشهد تطورات مختلفة على الأقل فيه مجموعة كبيرة من الكوادر الشيعية الطالعية نلتقي حاليا وسنعبر عن أنفسنا بطيار سياسي إذا الله راند طيار سياسي تالي تخارج أسطنائي طبعا عنوان المرحلة القادمة برأي محمد عباد شو عنوان المرحلة لوان جاي لوان قدمين شو رح نشهد شو رح يصير بالبلد تغيرات جزرية تغيرات هيمشية مؤتمر دولة أولا أنا بأعتقد حتى اليوم غير مطروح أن يكون هناك صيغة بديلة عن اتفاق الطائف وكل ما يتم تسريبه نقلا عن الجو الفرنسي أو غيره أنا بأعتقد هو يعني أمنيات أو تمنيات لدى بعض القوى السياسية لأنه ما فيه ظروف مؤاتية لإعادة إنتاج نظام جديد ما ننسى الطائف تم إنتاجه نتيجة توافق دولي وإقليمي كبير أمريكي سعودي سوري وصبقت حروب خطيرة جدا داخل البيئة الشيعية اللي كانت حالي يعني متفجرة وداخل البيئة المارونية أو المسيحية بشكل عام نتيجة الحرب بين القوات وعون أنازك وبالتالي ما فيه ظروف لإنتاج نظام جديد فخلينا نشوف تطوير الطائف كيف قبل ما نطوره بدنا نطبقه أستاذ جمي ما حدا طبق الطائف بالمعنى الفعلي ووفق النصوص الإصلاحية لو طبقنا النصوص الإصلاحية من الطائف كان بيّن معانا وين الصغرات الموجودة بسميلي ويف بجهد التطبيق أنا من الناس المتمسكين باتفاق الطائف باعتبار أي تفكير بهزهزة هذا الاتفاق أو تعديله أو تبديله قبل تطبيقه رح ياخد البلد على انقسامات خطيرة وساعتها يمكن يعني يتبلور أكتر طرح الفيدرالية وهذا أمر خطير جدا 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 لذلك أنا بأعتقد نحن مش أمام البحث عن نظام جديد الآن أمام البحث بأمرين الأمر الأول هو كيفية يعني ملاقات لأنه ما في حل غيره بالمدى المنظور صندوق النقد الدولي والبنق الدولي في مطالبهما في موضوع إجراء إصلاحات جزرية في بنية الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي والأمر الآخر هو انتخاب رئيس جمهورية جديد قبل ما أنتقل بس له دولي اليوم نحن بيظل الشيعية السياسية هوني الشيعية السياسية يا ريت ليش يا ريت يا ريت مين عم بتحكم مين عم بتحكم بمخاصر الدولي لا يا ريت لأنه لو فعلا فيه شيعية سياسية وعنده رؤية هاي الشيعية صحيحة هذا غير موضوع لبناء الدولة باتئت كنا صرنا بغير محل هذا غير موضوع نحن بيش شيعية سياسية ولكن في حالة شد عصب شيعي اليوم أكثر مما هي شيعية سياسية متبلورة داخل الدولة رح يقبل حزب الله أنه يطبق اتفاق الطائف ما في عنده خيار غير أنه يقبل حزب الله 30 سنة عم بحاربه حزب الله لا ما حارب حزب الله حزب الله إذا بنا نكون واقعيين حزب الله تدرج في الاندماج بالمناخ السياسي الداخلي اليوم حزب الله بآخر أدبياته اللي عم نسمعها منه أنه متمسك باتفاق الطائف باعتباره أنه الدستور ويدعو إلى الإصلاحات هلأ ما بيقوم بمهمات يعني أو ما بيقوم بتحركات عميقة وجدية لتنفيذ هذه الإصلاحات هذا أمر آخر بس عمليا ما عم نسمع من الحزب اليوم رفضه لاتفاق الطائف بالعكس اللي كان أكثر هو تحديا لاتفاق الطائف هو الرئيس ميشيل عون هو فريقه وبالتالي ما في خيار ما في خيار عند حزب الله غير التمسك باتفاق الطائف لأنه أي اختلال بالتوازنات اليوم اللي أوجده اتفاق الطائف مثل ما قلتلك رح تأخذ البلد على الفيدرالية طيب وسلاح حزب الله إلى أي متى إلى أن تزول إسرائيل كل صراحة يعني ما بنا نحكي أوهام المسألة مش مسألة كيفية نزع هذا السلاح المسألة هي كيفية يعني انضواء هذا السلاح هذا المطروح عن بعض القوى الداخلية أو حتى بعض القوى الإقليمية الواقعية هو كيفية انضواء هذا السلاح تحت صقف الدولة اليوم مثلا بموضوع ترسيم الحدود بالموقف اللي عمله حزب الله اللي أنا معطرد عليه فيما يعني أنه نقف خلف الدولة عمليا عم بقول الحزب أنه أنا هذا السلاح في خدمة الدولة بس لما الدولة تتقاعص ما في الحزب كحالة مقاومة ضل متقاعص بس هيدا موقف غب الطلب يعني حسب شو بينطرح طبعا طبقا للظروف لذلك لذلك مفترض مع الرئيس الجديد أن نبحث في مش الاستراتيجية الدفاعية يعني لازم نبحث بشي أكبر من هيك أنا بأتقد هو الأمن القوم اللبناني أو مقتضيات الأمن القوم اللبناني اللي بتبلش بموضوع علاقات لبنان الخارجية نعم بمسألة الانفتاح على العالم وإعادة تصحيح علاقات لبنان مع كثير من دول المنطقة والعالم مسألة كيفية ضمان الأمن الاجتماعي الداخلي من خلال ترتيب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والاستراتيجية الدفاعية هايدي أمور أساسية لازم يحملها الرئيس الجديد فيه كمشروع الحكومة في حدا بيهمه يعمل الحكومة ولا ما حدا لا لا شو بدهم فيها هايكي مبسوطين وعم يتسجلوا بطريقة صراحة يعني أدنى بكثير من المستوى لياقات المفترضة في الحوار السياسي للأسف يعني وهذا بدلل على قديش صار فيه خواء سياسي في لبنان بدل ما نكون عم ننتقل لمرحلة يعني متقدمة في يعني بس كرميل المحطة يحمل التاني وكل وعد يرمي المسؤولين على التاني انتخاب رئيس الجمهورية هو المحطة الأبرز والأهم بالمرحلة القدمة برأيك مين رح ينبي هذا الملف هل هناك الأجواء يعني نعرف قديش مرتبط هذا الملف بالأقليم وحتى دوليا هل الأجواء بتوحي بأنه سيكون هناك رئيس جمهورية عند انتهاء ولاية الرئيس ميشيل عون في ضغوطات خارجية كبيرة تمارس من الآن حول هذا الموضوع أنه يكون ينتخب رئيس الجمهورية ضمن المهل الدستوري الفرنسيين يعني مش بس الفرنسيين حتى الأمريكيين حتى كل الدول المسألة اليوم هي في البحث في شخص الرئيس نوعية هذا الرئيس اللي بدنا ننتخبه المشكلة اليوم عم نحكي بالأسماء ما عم نحكي بالمواصفات بالمواصفات وبالتالي هذا لن يجدي نفعا أنا بالنسبة لإلي يجب أن نبحث عن رئيس من خارج الاستفافات إذا كانت ما تبقى من 8 أدار أو ما تبقى من 14 أدار هذا أول أمر الأمر الثاني أنا بعتقد نحتاج إلى رئيس يفهم اتفاق الطائف فهما عميقا أن يكون حكيما ورجل انفتاح وحوار مع كل الأطرف في لبنان وأن لا يكون طرفا من خلال عنوان ما يسمى الرئيس القوي لأنه مسألة الرئيس القوي أعادتنا إلى شكل من أشكال الصراعات الداخلية في مواقع السلطة اليوم مر بتاريخنا رئيس عظيم وكان له بصمات حتى اليوم تعيش عليها الدولة اللبنانية اللي هو الرئيس فؤاد شهاب وما كان وراء لا حزب ولا تنظيم ولا حالية لأمكن هذا قبل الطائف طيب وبعد الطائف مر رئيس رغم كل ما يمكن أن يقال حول هذا الموضوع قوي أعاد توحيد البلد طبعا بقوة الاتفاق الطائف والرعين لإله إنما تصرف أيضا بجدية وقدر يعمل شيء على الأقل بإخراجنا من تدعيات الحرب الأهلية اللي هو الرئيس الياس الهراوي وبالتالي وأنا عايشت هالفترة عن قرب يعني عشان هيك بقدر يحكي عنا بكل يعني اليوم مين يلي بيقدر يجمع المواصفات اللي حضرتك حكيت عنه خاصة عم تحكي أنه يكون عايش اتفاق الطائف وبعرف لا أنا عم أقول ما بالضرورة يكون عايش وممكن يكون فاهمه وممكن يكون يعني متمسك فيه وداخل بتفاصيله وبدو يطبقه بحزافيره وبدو يسعى لتطبيقه بحزافيره لأنه كمان السلطة مش بييده لحاله ما عندي أسماء أنا ما عم بحكي عن أسماء عم بحكي عن مواصفات بس أنا اليوم لما بيجي بينطرح حدا من الأسماء المتداولة ما بعرف عملك ما بعرف بس إذا اليوم إذا انطرح حدا لنقول من الأسماء المتداولة طيب أنا راح أخذ مثال وما يعتبروها لأنه هذا ينسحب على الكثيرين مش بس عليه نائب جبران بسيل مثلا مطروح طيب أنت عملت تجاربك بالوزارات وكانت تجارب فاشلة كلها عمليا يعني فرجيني إنجاز واحد خلانا ناخد وزارة الطاقة كنا عم نحكي نحن بدنا نعمل تغيير جزري في أداء وزارة الطاقة اليوم بلد بلا فيول عساس 24-24 كهرباء صرنا 24-24 عتمي البنزين وقفت العالم ونزلت صفوف وكذا نرجع لنغمة ما خلونا وخلونا طيب ما خلي كمان الرئيس بري من تاني مال بأداءه ووزارات أخرى فيما يعني وزارة المالية وكذا يعني تصارعوا بطريقة دفع لبنان السمن واللبنانيين لذلك أنا عمقول بدنا رئيس من خارج هذه الاستفافات بيكون قادر يحكي مع هول وقادر يحكي مع هول وقادر يكون حكم وقادر يكون راعي للدولة مش طرف أنا بتوقف لي بوقف لك بتجمد لي بجمد لك بتخليني ما بخليك يعني أي طرح لا اسم بيشبه اسم الوزير جبران بيسيل أو الوزير سليمان فرنجية أو أي مرشح لاحظ بالله هيدا بيكون تهويل أنا أنا مش معه ولا مع طرح من الأطراف التانية من الأسماء كمان اللي عم تنرمى اليوم بالأوساط السياسية هيدا القصة بدي بحث عن شخص جدي يقود نحنا بحاجة اليوم استاذ جملي قائد انقاذ نحنا مش رئيس جمهورية عادي لقائد انقاذ وقائد الانقاذ هيدا بدنا نشوف مين اللي بتتوفر في هاي المواصفات مش مين اللي بحقق لنا اللي براسنا كطرف سياسي ما بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشيل عون في حال قرر ياخد شيء قرر معين هتل شو يعني يحكى أحد ضيوفي كمان بيقول انه في سيناريو يطلب تكليف المجلس الدستوري بما انه هو المؤسسة المكتملة والأصيلة الوحيدة من بعد مجلس الوزراء اللي يعتبر هو بحالة تصريف أعمال هي انه طلقت بزمام الأمور بالبلد شو بتكمل لك لا لا بتكمل لي ما في شيء نصوص ما في نص نرجع للدستور في شيء نص دستوري يسمح لرئيس الجمهورية بأنه يبقى لحظة واحدة بعد وليك طب زي هدا طرح قاضي كبير مثل القاضي سليم جريساتي قاضي ما احترام نرى القاضي شغل مين سليم جريساتي ماليش ما بدي يعلق لا لا ما بدي يعلق ما بدي يعلق لأنه يعني شفنا استشاراته واستشارات غيره اللي دهورت رئيس الجمهورية اسمح لي يعني ما تخليها نفتح عليهم فتح لا ما تقول تخلص لا بس أنه هيدا عم بتعلم بمصيرنا لا شو هو بيقرر لحاله شو مصيرنا في شيء اسمه الدستور في نص في نص بالدستور بيسمح لرئيس الجمهورية بأن يبقى على الكرسي اللي قاعد عليها لحظة وحدة بعد انتهاء ولايته لا خلاص نقطع السطر على مجلس النواب أن يبدأ من آخر أب أن يتحول إلى هيئة انتخابية مش هيك وأن يبحث فيه انتخاب رئيس الجمهورية رحنا على الفراغ كمان منشوف شو الآليات اللي بدأت تعتمد أنا زاك أما أنه نجي نبتدع أفكار لتخلي رئيس الجمهورية قاعد على الكرسي تأمينا لمصالح هذا التيار أو زاك هذا موضوع مرفوض مرفوض مطلقا وما في شيء ببرره وهذا الموضوع رح يعمل مشكلة كتير كبير بالبلد ينتبهوا رح يعمل مشكلة كتير كبير بالبلد لأنه هذا لأنه رح تعيدنا إلى مرحلة التمرد اللي اعتبر التمرد واللي نحنا كنا أنا زاك بموقع مضاد للعماد ميشيل عون اللي قاعد بالأصر الجمهوري بآليات دستورية غير دقيقة بتكليف أنا زاك من رئيس الجمهورية الأسبق أمين الجميل واللي أزيل بالقوة اليوم هذا التمرد اللي كان موجود بأصر بعبدها بكل صراحة عم نحكي عن مرحلة تاريخية بعدين صرنا أصدقاء وتحالف والحزب وكذا أمر آخر فاليوم العودة إلى هذه العقلية أمر خطير جدا 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 بس كمي بيقلك أنه صلاحيات رئيس الجمهورية اللي هي المسيحية إذا بدك هو الموقع المسيحي الواحد المجلس الدستوري اليوم هو أحق اليوم إذا ما في حكومة هو عم يرتكز ما قالوا دور ما قالوا دور مجلس الدستوري مجلس الدستوري عنده أمر واحد بس يا حق له تفسير الله هو تفسير الدستور ما قالوا وقبول الطعون وغيرها ما عنده أي شيء تاني يعمله ما بحق له طيب ذكرت عهد حركة أمل والطيال الوطني الحر بوزارات الطاقة برأيك أي عهد الطاقة وبالمالية أنا حكيت عن أداء بكل الوزارات كانوا قابل حركة أمل بوزارة الطاقة ورجعنا كلهم اتصرفوا مثل بعضهم نفس الشيء كلهم اتصرفوا مثل بعضهم بنسب مختلفة وبأداء مختلف أنا عم حاكم ومن حقي كمواطن أني حاكم كل اللي مروا على مواقع بالسلطة واللي وصلونا إلى هذا الانهيار الكارثي ما حدا يفكر أنه هاي القصة رح تموت هلأ ما عم يلهوا الناس بالترسيم وبالتفائل حول الترسيم وعن بيحاولوا ينسوا الناس أنه نحن الناس عم تنزل أمام الأفران الغلل فاحش اللي خلى جزء كبير من الطبقات تنهار الاجتماعية وتنتقل من الحال الوسط إلى الفقر وبعد شوية رح نروح على ناس معدمي على مستوى البنى التحتية شايفين نحن كيف البلد بحالة انهيار اليوم تمرق بالشارع بعد شوية بتلاقي لا في رصيف عم يتسوى ولا في جورة عم تتسكر ولا في حاجز عم يرجع يتصحح ولك عم نعطي مثال ولا في إشارة مضوية الناس بتصير تخانق بعضها على المفارق نحن بحالة نحن بحالة انهيار كامل قبل ما اختم مع حضرتك ملف بذكر السنتين لانفجار مرفق بيروت نحكى فجأة عن معلومات وصلت من روسيا إلى لبنان وصور بتأكد ونحكى عن عمليات سرقة وانطفى الملف أنا خليني أقول لك أنا مع أمر واحد بهذا الموضوع أن يعاد هذا الملف وأن إلى موقعه الطبيعي يعني اللي هو القاضي طارق البيطار المكلف بهذا الموضوع وبالتالي إعادة إطلاق يده ومنع كل ما يعمل به ضده ما رح يجب هالكلام إخواننا بحزب الله صحيح وانا إلي رأي ومن زمان واليوم وقت اللي كان القاضي فادي صوان اللي هو صديق شخصي لإلي وأنا حكيت أنا ويا أكتر من مرة اثنينات ماشيين بالمسار الطبيعي اليوم لما مع احترامي لكلام قيادة حزب الله أو لغيرهم اليوم لما عم تقول أنه أنا أرفض تسييس هذا الملف حتى اليوم ما عندك ولا مستند فعلي بأكد لأنه يتم تسييس هذا الملف وتدخلكم بهذا الموضوع خصوصا كثنائي شيعي هو تسييس لهذا الملف فينا ننتظر القرار الظني وبعد القرار الظني هناك مجلس عدلي وما بعتقد مجلس العدلي رح يظلم حدا واللي عنده شيء بروح بقوله أمام القضاء اللي مش خايف فعلا واللي مش مرتكب فعلا بروح أمام القضاء ويصبت خصوصا نحن أمام المجلس العدلي أعلى سلطة قضائية يمكن جزائية في البلد وبالتالي أو أعلى محكمة وبالتالي يجب أن يعاد العمل إلى وضعه الطبيعي ويعاد إطلاق يد القاضي طارق البطار وإذا أخطأ في التفكيش القضائي في مجلس القضاء الأعلى وفي المجلس العدلي اللي يمكن يرمي كل القرار تظن ويقول هذا كله غير مهم المدير العام السابق إلى وزارة الإعلام والكاتبة السياسية الأستاذ محمد عباد أهلا وسهلا فيك الحكب السياسية مشاهدينا لهوم نتهينا من القسم الأول فاصل ومننتقل إلى القسم الثاني مشاهدينا ومستمعينا الكرام معانا جديد بنرحب فيكم ببرنامج الحكب السياسي القسم الثاني بصرني رحب بالباحث والخبير الاقتصادي الدكتور محمود جباعي أهلا وسهلا فيك دكتور جباعي تحياتي لك ولجميع المشاهدين والمستمعين شكرا للك يعني بداية اليوم إضراب المصارف رح بلش أنا وياك بهذا الموضوع شو خلفية هذا الإضراب اليوم ولوين ممكن نوصل معه هلا بدون أدنى شك إضراب المصارف قلنا نعرف اليوم يمكن المؤسسة الأخيرة لكن خلفياته بالأول أوكي كأسباب لهذا الموضوع اليوم للأسف في تداعيات سياسية عم بتأثر على الأجواء الاقتصادية والنقضية بالبلد يعني مثلا دايما عم يكون في تراشق تهم وعم يتحاول بنفس الوقت يتوجه باتجاه فريق واحد يحملوه مسؤولية الأزمة المالية والاقتصادية والنقضية كلها نعم أنا بيش دفاعنا عن حدا القراءة حر اقتصادي يجب أن نحط بموقع الاتهام بش اتهام فريق محدد أنه هو مسؤول عن الأزمة أزمة المودعين شو أزدك؟ أزمة نقضية أزمة نقضية بكل بساطة ما هو دايجي أقول أنا اليوم المصارفية المصارفية فقط مسؤولة عم ما حصل في البلد من أزمة اقتصادية ونقضية هن هيك عم بيجربوا يلبسون بالتأكيد اليوم اللي مبين عم بيحاولوا أما المصارف وأما المصرف المركزي عم أنه المصارف مخطئة وعليها الأخطاء فادحة أنه ما راعت المخاطر النقضية لما دينت شريك مفلس هو الدولة وما راعت هذه المخاطر وكانت عم بتغامر بأموال الناس وعلم أنه المصرف المركزي أيضا عنده أخطاء ببعض السياسات النقضية الموجودة كيف تعاطى مع المصارف من بداية الأزمة وكيف كان عم يرعى عملية استقطاب أموال المودعين لتمويلها للدولة وأعطاها للدولة ولكن كمان في فريق أكبر منه وانتنين هو مسؤول هي الحكومات المتحقبة اللي كانت عم تاخد هذه الأموال وعم تصرفها لا يطلع صوب بيقلك المودع له علاقة فقط مع البنك اللي أوضع فيه المصارف هذا بالواقع القانوني أو الواقع الشكلي صحيح ولكن بالمنطق أزمة اقتصادية ومالية ونقضية التالتي بتاريخ العالم بالتصنيف البنك الدولي ومن أبرز الأزمات الاقتصادية والنقضية بآخر 60-70 سنة ما فيك تجي تحمل فريق واحد مسؤولية بدأك تحاول تعمل تضقيق حقيقي بالحسابات لكيفية خروج الأموال من هذه المصارف وتتبع مسارى النقضي إلى أين راح وكيف استعملتها لحكومات المتعاقبة على مشاريع كان فيها جزء كبير من الهدر جزء كبير من الفساد وجزء كبير من الخسائر يعني تديق جنائي تديق جنائي هلأ فينا نسميه تديق جنائي وفينا نسميه شي مرتبط فقط بالمودعين وأموال المودعين يعني يوم تحقيق خاص كيف صرفت أموال المودعين نحن قبل ما نجي نتهم أي حدا حتى نكونوا واقعيين نحن بحاجة لفريق قضاء مستقل يرعى هذه العملية حتى يدق بشكل حقيقي مين استعمل أموال المودعين طبعا المصارف تتحمل مسؤولية أنا ما أقول لا جمعية المصارف عليها خطأ هي مجرد ما المصارف أقردت أو عطت البنك المركزي وعبره الدولة اللبنانية هي هون أخطأت أخطأت ولكن بس اللي بتابع قنون النقد والتسليف هيدا أمر ملزم فيه المصارف لما تمشي بتعميم المصف المركزي يعني هيدا مسؤولية مصرف المركزي بالضبط مصرف المركزي اشتغل على فكرة أنه اقتراب من المصارف المصارف بالتأكيد وخاصا المصارف الصغيرة والمتوسطة اللي كانت عم بتدور على أرباح عالي لحتى تقدر تتماشى مع المصارف اللي هي فئة ألفة بالبراد عملهم الهندسات المالية وغيرها ورحوا أيضا أوضعوا أموالهم لدى المصرف المركزي اللي بالتالي أيضا اليوم هو وفق المادي 113 من الدستور الدول الليبناني هي مسؤولة عن ديون المصرف المركزي اللي كان عم يخذ هذه الأموال وعم يسلمها للحكومات وفقا قرار بيصدر من الحكومة الليبنانية يعني مثلا تثبيت سعر الصرف كان يصدر ببيانة الوزارية تابع بيانات الوزارية السابقة لمدة 30 سنة تثبيت سعر الصرف هو جزء من البيانة الوزارية المسؤولة عن الحكومة الليبنانية اللي بنافز مصرف المركزي اللي كان يكلفنا بالسنة 6-7 مليار دولار من أموال المودعين طبعاً أنت اليوم بلب ما بينتج ما عنده انتاج يعني نفس الشي بعد نحنا ايه طبعاً 6-7 مليار دول ما هلا عم نتكلف عن 6-7 مليار طبعاً هلا بحكيك شيء يعني يمكن ما يأم هاي من الأي متى نحن عم ندفع 6-7 مليار هاي ده عم ندفع من سنة 1997 من لما اخدت اخد قرار بتثبيت سعر صرف الالو طبعاً كل السنة أي شيء نبوها من السبعة وعلى سنة حسب كل سنة وفي عنده عجز مالي ضخم كبير لأنه موازنة دائماً خسرامة والأصعب من 2005 إلى 2017 قعدنا بلا موازنة نصف على صحي قادة اثناء عشرية لما نعمل قطع حساب بعدي أنا دائماً بحكيها وما كتير بدأ ورا هذا الكلام رغم أنه موجودة اليوم عند ديوان المحاسب وموجودة عند الحكومة اللبنانية لما نعمل في 2017 أو 2018 قطع حساب اتبين فيه بالـ 2020 طرعة النتيجة فيه 27 مليار دولار مش معروف من راحه أنه أوكي فيه خسائر كبير وفيه جاب بس فيه 27 مليار دولار مش معروف كيف نصرفه هو دي نتيجة شو نتيجة عدم موجود موازنة عامة نتيجة أنه نحن نصف على قطع حساب خاطئ فبالتالي صار فيه خسارة كتير كبيرة يهدر بالأموال وفوارك كبيرة بين النفقات والإرادات والنفقات المتوقعة كانت تطلع شيء وإرادات المتوقعة كانت تطلع شيء تاني فخسرت الدولة اللبنانية 27 مليار دولار أموال الموضعين طبعا هذه السياسات مين كان يسأل عنها؟ الاقتصاديين في هذه الفترة ما كانوا يحذروا من هذا الموضوع؟ بلا كان هناك تحذيرات وكان هناك حكوالينا كنا نقول وعندنا كثير من دخلات ساعة كبيرة من 97 مليار دولار لا بالألفان وواحد طلع الصوت وألفان وثلاثة طلع الصوت بس لبنان كان يغطي دائما عجزه بكرود باريس واحد باريس اثنان باريس ثلاثة ومن ثم بعد المساعدات العربية وإلى أخير كان يضغطى عجز الاقتصادي بالبلد أما لبنان كـ value of economics يعني اقتصاد أو return investment ما كان عنده شيء يعني لبنان بعد الـ 97 شو عنده إنتاج؟ شو بينتج؟ وين الزراعة؟ وين الصناعة؟ شو بصد الله برا؟ بيستورد أكثر من 85% من حاجاته الزراعية والصناعية بلد استراضه كثير كبير انتاجه كثير خفيف ما في سياسة زراعية ولا سياسة صناعية قطعا بدي يوصل لمرحلة الأزمة الاقتصادية والمالية لهيك أنا عم حاول وصل الرسالة كواقع اقتصادي ما فيني قرم التهم على فريق محدد أو على قطاع محدد يعني ما فيني يجيقول الكطاع المصرفي هو الوحيد يتعمح مسؤول عن أزمة المودعين ولا في يقول المصرف المركزي لحاله هو المسؤول عن الأزمة ولا فيني يجيقول كمان الدولة لحالة ولكن الحكوم اللبنانية وفقا لكل التشريعات التي كنا نشوفها وهي طبعا ولأن الحكم هو مسؤولية وتتابع يعني الحكم السبرارية يعني ما في يجي واحد يوم يسلم حكم يقولك أنا ما خصني من 30 سنة هذا كله متسلسل طيب هذه الحكومات عملت سياسات خاطئة وصلتني لأزمات مالية واقتصادية كبيرة واستعمرت حوالي من 65% ل 70% من أموال المودعين ضاعة فبالتالي لازم نحن اليوم قبل ما أحكي بتدعية إضراب المصارف أنا شو عم حاول أقول بدك تحل مشكة المودعين والاقتصاب بالبلد أنت بحاجة لحوار حقيقي يعني مثلا ما فيني أجي أعمل كحكومة لبنانية خطة لعادة هيكلة الكطاع المصرفي من دوم ما مكونوا مشارك معي المودعين والمصارف الطب أنا اليوم هي هيكلة المصارف لا بدك أن أعمل حوار مع المصارف بدك شوى بمجمعات المصارف أنا اليوم ما في حدا من المصارف لن أقود إلى أعمال خطة بجدفان على المصارف ولكن اليوم حكومة الإدنانية بتاخد قرار بأتعمل إعادة هيكلة السؤال الأبرز من هي الشركة التي تعمل إعادة الهيكلة أو إعادة الرسمية؟ ما أن الشركة عالمية موثوقة؟ هل هذه الشركة عندها أبعاد سياسية أو بس سينات اقتصاد ونقد وتقنيات اقتصادية؟ هي لازم تكون بعيدة عن السياسة طبعا، ما نسأل، ما نشوف، ثلاثة، طيب، ليش دائما الحكومة اللبنانية الحالية؟ ليش بلعة من حديثك دكتور جباعي، ليش معقول السياسي، الموضوع السياسي يأثر على هيكل الوصال؟ أنا سأقول لك لماذا الشكوك تأتي كمراكبين؟ لأني بطرف المصارف، لأني بطرف الدولة، أنا خبير اقتصادي أراكب الوضع لماذا دائما الحكومة الحالية، لكن لو تعمل خط التعافي اقتصادي، يجب أن تكون سرية، لا أحد يعرف فيها، تتسرب للإعلام هو كل شيء سرية ولماذا يجب أن تكون هيكلة الكطاع المصرفي بشكل سري؟ لماذا يكون هناك انفتاح واقعي بين عمل لجنة مشتركة من المصرف المركزي ووزارة المالية ومسرين على الحكومة اللبنانية ومسرين على المصارف وأيضا ممسرين على المودعين؟ لماذا يجب أن يعمل حوار حقيقي لنطلع بخلاصة حقيقية لنحل الأزمة؟ لأنه إذا ما عملنا هيك، نحن نتراشق بين بعض الاتهامات وعن ندفع المودع وحده الثمن ومن ثم المواطن لأنه هناك مجموعة من المحامين في البلد والنقيب المحامين السابق النائب ملحم خلاف ونائب جاسبار يتطبق قانون 2 على 67 الذي هو إعلان إفلاس المصرف لا، ليس إعلان إفلاس المصرف، تشكيل هيئة لإدارة تلك بالبداية يتعلن أن هذه المصارف بطلت أن تدفع من دون إفلاسها؟ لا، وانت تربطه بعد 28 على 67 كمان بنفس القانون يجب أن تقول أنت لماذا نفعل ذلك؟ توقفت عن الدفع فإن هذه المصارف توقف عن الدفع، إذن هي في حالة إفلاس في القانون وفقا للمادي 110 إذن إذا قلنا ذلك، مصارف مفلسة إذا المصارف لا تدفع بالمفهوم بالمفهوم، طيب، أنوية مفلسة طيب، إذا أنا أريد أن أأخذ هذا القانون، وأريد أن أأخذ إدارة جديدة لدير الملك صحيح طيب، أنا اليوم، ما أريد أن تنتبه شو ممكن أن يصبح تداعيات سلبية على الاقتصاد وخاصة نحن اليوم، بفترة ضائعة، ممكن أن تكون الأشياء كثيرة، دعيني نشرح لك واحد، اليوم شئنا أما بينه مع أو ضد، ما زال الكطاع المصرفي يأمن نوع من التحسن للاقتصاد الوطني اللبناني أو المساهمة بمعالج بعض الأزمات الاقتصادية اللبنانية اليوم، منصة السارف، أين تنصرف؟ بالمصارف، برواتب الناس أين تنأبض؟ بالمصارف الموضعين، ورغم أن هناك مظلومية بعض التعميم، ولكن تعميم 158، تعميم جيد لصغار الموضعين، ونستطيع أن يعيشوا منه بالشهر اليوم المصارف اللبنانية فيه شركات أجنبية، تضع مصاري بعدها فيها وفرش كمان دولارة تقبط وموظفينا فيه يوم بحركة اقتصادية معينة، الكطاع المصرفي هو يغطيها بذل الأزم الاقتصادية الكبيرة الموجودة في البلد، والحكومة اللبنانية لي غايبة كلياً عن السمع اقتصادياً ومالياً ونقدياً هل هو الوقت المناسب اليوم؟ أنا أذهب بالتصويب مباشرةً على هذا الكطاع، وأدي لإنهياره أو توقفه أو إفلاسه أو إلى آخره بس اليوم ما بتزيد السئة وقت الوقت المدارة كمان تبقي السئة، بس نتيجي، عفاً تبقي، أنا بجعب أقول لك شغلي، ما تحطني بمطرح، إنه أنا عم بحكي بس، ولا لا، بس نتيجي الموضع شو حيستفد؟ اليوم، إذا شوف فيه مراقبة وتدقيق بهذا البونك، ما هو حادث مصرياته، هيدا بعزز كمان دعيني نجيبك شغلي، دعيني نجيبك شغلي، اليوم إذا أنا بدي منك مصاري، إذا أنا بدي منك مصاري، وأنا وإياك فيه علاقة مادية من بعض، وأنت عندك أزمة خارجية قدت لها ضياع مصرياتك، أنا بدي حاول أبما فيهي تعاون معك، وأنا بدي حاول إيدي أن الله يطول بعمرك، وتستمر وتكمل، كما ترجل تردلي مصرياتي، أنت عندما تجي، تعلن هذه الطريقة، أنت كأنك أفلست المصارف، أنت تفوت على بنود قون وقراء، وبقر شوف التشجيعات، وحسب القضاء، اليوم وضع المصارف يلي بالبلد هو أسوأ من أنه ينقال عنهم أن أفلسوا، يعني سيطن، جيد، سيطن سيطن، مش مختلف معك على الفقرة، أنا اللي عم فكر فيه، إذا تفهمني، أنا عم فكر بالمودع، اليوم المودع، شو الاستفادة النهائية إذا أنا بدي يروح باتجاه، إنه هالمصرف مفلس، وسكرته على المصرف، كله كله المصارف مع موجوداتها، والكاش الموجود داخل البلد بيطلعوا خمسة عشر مليار دولار، خمسة مليار موجودات، هنا عبارة عن أسدس موجودة للمصارف، وخمسة مليار كاش، وخمسة مليار يكون ديون لقلنا على المصرف المركزي، طيب، أما أموال المودعين، إذا أنا بدي جي حمل أن هالعم بوزو، بس هالفريق لحاله يرد هيدا المصارف، لا يوجد إمكانية ترجع الأموال حسبيا للناس، أنا هذا اللي أقصده، أنا أقول أنا لا أعطب بك القوانين، ولكن قبل كل هذا، مع الاتفاق بشكل واضح، على خطة اقتصادية مالية للتعافي، واتفاق حقيقي على كيفية تحمل المسئوليات، وكل واحد دي نسبة المسئولية بدي يتحملها، هناك خطة، وبعدها أي خطة، خطة تجي تقول أنا أريد أن أشرب 60 مليار دولار من أموال المال، هذه الخطة كل يوم شيء، أنت تقول لي أن هناك خطة، لا أردت لك من شوية، كل يوم تتغير لقلنا، ناس بتحط مشاريع، ناس بتشير مشاريع، هذه المشكلة، اليوم الغموض لا يوجد شيء واضح، تسرب شيء من الخطة أول يوم، دولة الرئيس مئاتي في المجلس النية يقول لهم لا نحن من نعدل، لا نعمل صندوق تعافي، بعد جمعة نائب أو الوزير سعادي الشامي قال لا لا يوجد أي تأثير على الخطة، يعني هناك تناقض واضح بالكلام رئيس الحكومي، ونائب رئيس الحكومي، كل هذه الغموض التي ترى، وكل هذه الحكاة التي ترى، أنا الذي أقصده اليوم، أنا من يضد القوانين، أنا مع إعادة الهيكلة، ومع تنظيم القوانين، ولكن هلأ بشوقتها الأولوي والأفضل بدل التراشق الاتهامات، وبدل الضراب ومدايئة الناس أكثر، بدل من يخذ البلد على أزمة اقتصادية ومالية ونقضية أعمق، الحوار والحل، الحوار اللي تلك إيهن، كل الأطراف بدك تكون موجودة بعد الحوار، حتى نطلع بخلاصة حقيقية لحل المشكلة، لأنه أنا من مقتنع، ولا مؤمن أن أزمة المودعين تحل حالة بمعزل عن أزمة الاقتصاد اللبناني، طالما الدولة تتحمل أكثر من 65% من صرف أموال المودعين، الدولة المعنية اليوم تتعمل حل اقتصادي شامل لزيادة الناتج المحلي وتخفيض العجز على الموازنة بتغيير النمط الاقتصادي القائم هلأ، لأنه إذا أنا أريد أن أمشي بنفس الأسباب، أريد أن أحصل على نفس النتائج، هذا التغيير من ضمنه بكون سلة متكاملة لمعارجة أسرة المصارف والمصف المركزي والمودعين، أما ما يريد أن يقول للناس، حتى يكونوا واضح معكم شفاف، مثل عادتي بالملف الاقتصادي والنقضي، ما يريد أن يقول للمودعين أنا أريد أن أحمي أموالكم، وأنا حقوقكم مصانة، و سيرجعوا مسيقكم، هو يتضحك عليكم، لأنه لا يوجد أي حل مالي، ما يريد أن يحل المشكل؟ أنه يأتي مبلغ، يطفي مبلغ، يستطيع أن يحل المشكل، لأنه حجم الجاب كبير كثير، أنت عم تحكي بأكثر من 80 مليار دلار فعليا، فرق بين موجوداتها، شو ما أشعر لهم، شو فيه هلأ على الناس، وكان أكثر بكثير، بعد مدفع المودعين أتمان باهزة، بالتأكيد أنا أحملها هيدا للمصارف والمصف المركزي، هيدا القصة التعميم وغيرا، هيدا القصة اللي عم بحكيها، ولكن هلأ اليوم هلأ هلأ، أنت اليوم الفرق هيدا الجاب، ما فيني حل مشكل ماليا بأي طريقة، فإذا أريد حلها بحل شامل ومتكامل، يبدأ بخط التعافي اقتصادي حقيقي، بتغير نمط الاقتصادي القديم، وتحاول تعمل نظام جديد اقتصادي وعندنا إمكانية نغير، والوضع المالي بتغيير النظام الضريبي والإصلاح الضريبي، ونعمل ضرائب مختلفة، ضريبة عفروة مثلا، كنا نادينا بموضوع المطار، بس ما بحكي نوع ضريبة مش موجود بلبنان، لا فيه، فيه ضريبة على الثروة مش محطوط بلبنان، هيدا هيدا بهم، اتنان، لا، وشو نحطوها حالانا، نحطها على المواطن اللبنان لنكمل صح، اليوم، ما تريدك مثل، وزير الأشغال، مشروع قانون إنه حول دفع الطائرات الأجنبية بالدولار بدل الليرة، تبعيدا عم بدخل 700 ألف دولار يومية على الخزينة، وعننا كتير اشياء بتلحق فيها في عقارات الدولة غير مستخدمة، اليوم الأملاكة البحرية المؤجرة مبالغ قليلة، فيه أمات كتيري، خليني بس شغلي، اليوم مرأت إنه كمان السياسة النقدية، وحكي مصر، نحنا يعني أنا مني خبير، ولكن عم نتناقش بهذا الموضوع مع حضرتك، اليوم مصر في المركزي عم بينفذ سياسة اقتصادية واملية لحكومة، وعن بترجمة بسياسة نقضية، يعني بتتعلق بالوراقه والمصاري اللي هو عم بتطلعها، اليوم حكي مصر في البناء، وكمان أكتر من هيك، عرفنا أنه بالدعوة يلي كانت مقامة ضده بفرنسا، ويلي تلاتة رباع البلد بنى عليها، وعمل حملته كمان على حكي مصر في البناء، بيّن أنه هيدا ما إلي أساس، أنا حضرت التأيير على قناة الجديدة، وشفت وقراريته وحضرته كله، فصراحة تفجأت يعني، اليوم هيدا تزوير خطير، واليوم بيّن أنه هيدا الموضوع ملف، يعني هيدا عفهم، يعني هيدا عفهم، بغدر ما بدي فوق بأسماء، هنه هنه، خليني، خليني، أنا خليني بس واضح الأمور، أنا اليوم، ليش بعد نعمل لك من شوية، زكش ولتلك، نحن محل منطقي وعادل وشامل، لجان قضاء مستقل، لتحدد المسئولية عن جد، يعني واحد من هذه الملفات هلأ، اتهامات طلعت باطلة، تب هيدا الأمر، هل بوصلني للحقيقة، هل تزوير الحقائق، ورمي التهم على مين مكان، بغض النظر أي، إن كان حاكم مصرف ابنان، ولا مصارف، ولا وزير معين، ولا حزب معين، هل رمي الاتهامات جذافا، ضد جهة محددة، بيحل المشكلة، ما رح يحل المشكلة، أنا اليوم عم حاول أحكي بواقعية، ومرونة، وسلاسة، بتحل المشكلة الاقتصادية، والمالية، والنقضية، ومشكلة المودعين، أنا اللي هيدا عمزته، اليوم، عندما تذهب إلى فريق سياسي، يجب أن يتهم جهة محددة، ويجب أن يظل الرأي العام اللبناني، ونحن منهم، بشيك، وإيه خشي بيطلع أن هذا الكلام كان منه صحيح، ما يفعلنا؟ أثرنا خطأ على النقض اللبناني، وأثرنا على السياسة المالية، يجب أن يتعاطون حتى بالاقتصاد، طبعا ما هي المشكلة، اليوم، نحن أكيد فيه اقتصاد بالبلد، ولكن للأسف، ما مشكلة لبنان للأساس؟ أنه الاقتصاد في خدمة السياسي، بينما المنتجز يكون السياسي في خدمة الاقتصاد، اليوم يستعملوا الاقتصاد، ويستعملوا المشاريع الاقتصادية، والحوافس الاقتصادية، والأرزاق الاقتصادية لا يسموه على بعض سياسيا، أو لا يتهموا بعض فيها سياسيا، أنا اللي عم أقوله اليوم، وبجاء أقول لك شغالي، أنا ما عم برق أحدا، الكل متهم حتى تسبب براءته، أنا هيدا رأيي، ولكن، الكل متهم، الكل متهم، اليوم، يام نروح نحن بشكل واقع، وشفاف، لا، محاسبة الجميع، وفتح كل الملفات يعني، سواء بعض الوزارات اللي أهدرت عشرات مليارات الدولارات، وما كان في منها نتيجة أبدا، وبعض الوزارات الأخرى اللي فيها مشاريع مبينة فيها هدر وفساد كتير كبير، وأيضا المصر في المركز اللي كان عم بيمول كمان، ما نسأله، ليش مولته، ليش أعطيته شو السبب، وأيضا المصارف اللي أهدر جزء من أموال المودعين وسلمته لهيد السلطة، فبحط الكل في خانة الاتهام، أنا هذا اللي عم بقصده، أما إيجي أنا أقول، فقط المصارف، فقط رؤساء المصارف، فقط حاكم مصر في لدنان، ما بجوز، هذا الشي ما بجوز، ونفس الوقت، ما في نيجول كمان، فقط الفريق السياسي الفلاني، نعم، اليوم الحل يقتضي حوار شامل وكبير اقتصادي نقدي، وقضاء حقيقي مستقل، بحو اللي بيحدده بيقول من المسؤول، ومن غير المسؤول، وكل واحد شو بيتحمل مسؤوليه وقتا، بيظل الوضع اللي نحنا ماشيين فيه على أمل انه يصير في عنا قضاء، ويصير في عنا مسؤوليات، وتحديد متل ما حاضرتك عم بتقول منصة صيرفة، شو اللي بيهديها، نحن ضال نشهد ارتفاعات، وسؤال تاني انه اليوم عم بيبلش رابط كل شي بصيرفة، يعني رحنا على توحيد سعر الصرف، سعر الصرف، اولان اليوم هابلش معك بالقسمان، هابلش اول شي من توحيد سعر الصرف، ورجع من طرق للصرف، اليوم توحيد سعر الصرف هو مطلب حقيقي، اقتصادي، نقدي، كل نمو، ولكن توحيد سعر الصرف يقتضي بكل شفافية التضحية، يعني السعر اليوم الدولار اليوم هو منه سعر حقيقي، هذا سعر مصطنع، حتى اليوم سعر الصرف السوداء، مصطنع، اليوم هذا سعر محكوم بتدخل المصرف المركزي عبر المنصة سيرفة، واللي بيخليه مصطنع اكثر، انه المصرف المركزي كمان عم يدخل مرات للسوق اللي جيب دولار، يعني عم يدخل بالسوق، وعم بحطهم على سيرفة لحتى يدبط سعر الدولار، صار مصطنع على الميلتان، مصطنع من الميلة الرسمية اللي هي سيرفة، ومصطنع عدم بالتدخل بالسوق، قبل ما بدك تحدد سعر الصرف، بدك تنشئ مجلس نقد، مجلس نقد، بده يترك الدولار بالسوق يمشي، من دون تدخلات، يقدم نظر، أنا حتى عارف السعر الحقيقي، وقل ما بيمشي الحال، بضلي، قديش سعر الحقيقي، تبع الدولار اليوم؟ أكثر من 42 ألف، أكثر من 42 ألف، طبعا، اليوم إذا المصرف المركزي يترك، ويقعد على جنب، سعر الدولار فوق 42 ألف حكما، بين 42 ألف والخمسين ألف، من بعد أنا برأيي، سوف تدخل حقيقي، عبر مجلس نقد، لنعمل إصلاحات تنزل الدولار، لأنه أنا عم بشغل مع الدولار بشكل عكسي، كل مرة عشو عم حاوي يعمل المصرف المركزي، ويجعب أقول لك، أنا ما عم بنتقب هذه النقطة، أنا بعرف، أن المصرف المركزي ينطلب منه كثير سياسيا يتدخل، مثل ما صار قبل الانتخابات، ويتدخل على سيرفة وأنشأ سيرفة، وكمان الوضع المعيشي، ما نجزب على بعض، إذا المصرف ابنان ما اتدخل، الدولار سيوصل لمرحلة كثير عالية، ويعمل كوارث معيشية، هذا بعرفه، إذا تتحدثني يا خبير نقدي واقتصادي، أريد أن أتحدث الأمور بواقعية، بغض النظر عن المشاعر والأمور المعاشية، اليوم الحل يبدأ من إطلاق الدولار الذي يوصل لرقمه الطبيعي بالسوق، ومن بعد أن نعمل إصلاحات ننزل فيه نزول، ما هي الأبد للعالم كله؟ هذا الواقع، أنا حتى أتحدث ببساطة، من لما كان الدولار بستة آلاف لليوم، كل الإجراءات نفعت شي، هي تأخر فقط عملية ارتفاع سعر الدولار، حتى لا تأخر، كنا نقول من فترة سنة 30 رقم خيالي، حتى 30 رقم عالي، لكن حدثك تتحدث عن 42 ألف لخمسين ألف الإجراءات التي هي اليوم، دعني أكمل، اليوم الذي أنا أقصده اليوم، هو سعر الدولار اليوم، هو فوق 38 ألف، ويصل إلى 42 ألف، المصد في المركز يجب أن يقعد على جناب لفترة، ويجعل الدولار يوصل لرقمه الطبيعي، ومن بعده يدخل، لكن يدخل كيف؟ بإصلاحات حقيقية تنزل الدولار، مثلا، حل مشكلة الكهربا أو جزء من مشكلة الكهربا، ينزل عبق عن طلب على الدولار، لأن اليوم، معظم الطلب على الدولار نسقه كلمال مين؟ كلمال المزوت، الذي هو إلى الشرقات الكهربا، أو كلمال إستلاد لفترة، أنا إذا أذهب إلى حل جزء من مشكلة الكهربا، هذا الرقم الذي يوفره بالطلب على الدولار من السوق، هذا ينزل للدولار بانياً، عم ندفع نحن حوالي 200 مليون دولار شهريا للمزوت بتحكي بمليارين واربعمائة مليون دولار معلي فيول موصل لثلاثة مليار دولار كحد أدنى طلب على المحروقات من أجل كهرباء إذا أنا ننزل رقم ثلاثة مليار مثلا لواحد مليار أنا وفرت اثنين مليار طلب على الدولار بالسوق هذا بنزل الدولار فعليا أنا بروح بشكل على تطوير الكطاع الاقتصادي زراعة صناعة منتجات محلية لنزل حجم الاستراب مثلا من 85% يصير 40-45% هذه خطة طويلة عريضة هيك بك تنزل الدولار وإلا إذا بدأت دلك تواجهوا أنت بهذا الشكل المصطنع لأنه شو دي بينزل الدولار يا أصلاحات تخف الطلب على الدولار يا بك تجيب كمية دولارات تفوق الكمية المطلوبة من بره من بره ما حدا حيعطيك دولار خذل مني لا صندوق النقد حيعطيك مصاري بس هن ممرهنين إلا على هيك ما هو محل ما فيه لأنه ما جربوا يعملوا شيء وأصلا ما فيه صندوق النقد لا يحطيك مصاري لأنه صندوق النقد مرتبط بالسياسي قبل مرتبط بالاقتصاد وإذا لم يحل موضوع ترسيم الحدود مثل أبدو المشغلية صندوق النقد نحن باش نشوف أولا دولار واحد قلت من سنة ونصف ورجع بقيرة معك هلأ ما حيصير لبنان يخد دولار واحد قبل حل مشكلة ترسيم الحدود يعني آخر همهم الخطة هنا بهم آخر همهم الخطة هذا حكي هلأ أي خطة مهمة بلجب تناعمل بلجب ترسيم الحدود ما فيه الترسيم الحدود هو اللي بيجيب لك مصاري على البلد بالنسبة للمجتمع الغربي خلت تكون واضح صار في اتفاق وصار في كذا بيفتح صندوق النقد وسادر بجيب يفتح مرة تانية بصوله خليك خيني نستثمر معك هذا موضوع آخر لأنه مرتبط هون إذا الاعتماد على صندوق النقد بأنه حل لأنه أصلا مبلغ المطروح هو رمزي جدا بالنسبة لحجم الأزمة هلأ بتقول لي بيفتح ثقة بقل لك ايه بعيد الثقة بقل لك ايه ولكنه غير كافي لأنه بدلاش راح تقول اليوم بالنسبة للموضوع سعر الدولار إذا ما فيه إمكانية نجيب دولار إلا إذا رسمنا لحدوب مثلا وصار في إمكانية نحن نلزم شركات أجنبية تجيب لي دولارات من بره تدفع لي للدولة بلق إيه صار في كاش مع الدولة نستعملهم بإصلاحات بتطف الخسائر يبينزل سعر الدولار أما اليوم سعر الدولار بكل شفية أولى سعر الدولار واقف محله أو عام يطلع شوي شوي لأنه في مصرف مركزي عام يواجه باللحم الحي سعر سعر الدولار ونحن يوصل لوقت مرح فيه واجه أو يكمل بنفس الطريقة ينزل على السوق يجيب دولار يحط على سعر بيطلع الدولار وينزل بس كل مرة شو بصديدة بيطلع ثلاثة أربعة ألاف زيادة يعني آخر مرة لما ادخل المصرف المركز لما كان دولار 33 ونزلوا لأدية للعشرين بالمرة الثانية نزلوا لأثمانا وعشرين بالمرة الثالثة بنزلوا لأثنانا وثلاثين بيجيبوزة الرقم لأنني أعمل لك لهو اثنانا واربعين واربع واربعين وسبعة واربعين وخمسين ألف بس نكون شاب يقابل لفوق بيجيبوزة بيكون نتروع بطريقة خاطئة ومدرة بالاقتصاد أنا برأيي لازم نعمل آلية لهذا الموضوع بقى نوقف تدخل ونروح نشوف دي بدي وصل لسعر الصرف الحقيقي كهذا في نية إصلاح حقيقي أنا بشك اليوم السياسيين بالبلد يقابلوا بهذا الحل لأنه هذا الحل ممكن يعمل نزل الناس على الشارع وتعمل مشاكل بس بكل الأحوال استهزنا الدولار بالمرحل اللي جاي يمتجه إلى مزيب من الارتفاع لأنه بالنهي المصرف المركزي الدولارات اللي بحطها عصارفها نفزوا بدش يأمن للبنزين والأدوية ولا غيرها طيب مو بد يجيب من الدولارات نسوء السوداء يعني مزيب من الطلب على الدولار يعني مزيب من الارتفاع الشغل الزيادة كمين هلا ممكن هذي ما بعرف هالحلول اللي بيطلعوا فيها موضوع الدولار الجمهور صحيح أنه بانتظار بس طوكية رئيس الجمهورية صحيح أنا اللي عرفته أنه تقدم وقع رئيس الحكومة ووازنة المالية ونعمل له يمكن آلية محددة خارج نطاق الموازنة يعني بريد التهريب يعني مثل يعني قانون لوحدة اي مثل مهربوا الاتصالات عم بحاول يهربوا دولار الجملكة لأنه ما في فريق سياسي رح يسترجع يصوت عليه بمجلس النيابي لأنه كارسي هلا بتقلي انت مع رفع دولار الجملكة أنا بالتأكيب مع تحسين الموازنة شرط أن يقوم حجم النفقات مثل حجم الإرادات يعني يعني أنا إذا بدي أرفع إراداتي يعني بدي خلي الناس تدفع على دولار 14 أو 20 أو 25 بد أبضع دولار 14 أو 25 ما بينفع بعد الدولة تحاول تاخد إرادات بسعر محدد وتدفع نفقاتها على 1500 لأنه يوجد كطاع أصلا عام انتهى فيه كطاع عام يعني هو المشكلة الكوارس في البلد اليوم إذا أنا بتطلق الاقتصادي بقول لك الاقتصاد الكاش إيقونومي ماشي بالبلد يعني الكطاع الخاص عم يشتغل لماذا أنه فيه سيوري بالبلد عم يفت 6-7 مليار من المغتربين هلأ أقول له موسم السيح يصبحوا موسم مغتربين ماش سيح هلأ مغتربين مرة يدفعون 1-2 مليار دولار إذا في بعض القوة تدفع دولار بالبلد إذا فيه دولار بالسوق لكنه عم بروح على الكطاع الخاص وما بروح عند الحكومة اللبنانية إذا الكطاع الخاص عم يشتغل لماذا كله مساعد على الدولار وكله ماشي حالي وفيه تدخم كبير عم بصير ولكن متماشيين معه الكطاع الخاص من عم يدفع التمن الكطاع العام موظف الكطاع العام مؤسسة الدولة مقدرة تكمل انتجية معدومة إذا هون لهيك أنا عاملك أنا معرفع الأسعار ولكن رفعة بتوازن بين النفقات والإرادات وبالنسبة للموضوع بحيث سعر الصرف أنا بشوف صعب جدا بالأسلوب الحالي بالطريقة الحالية اللي عم يتعط بالبلد أن نوحد سعر صرف مستعيل تحديد سعر اليوم شو اللي بيمنع أنه خلص هل في إمكانية للدولة للدنانية تأمل روايته بالموظفين للدولار هون السؤال ما نفس النقطة إذا أنا لم يمشي مثل أنت عم تقول وهلأ عالي كتير منيح طب وموظفك العام فيك جيب له ما عاش بالدولار ما فيك الدولة للدنانية عندها إمكانية تعطي الدولار ما عندها بغتقبضوا باللبنانة يعني حيدفع التامن مرة أكثر كما هيدا الموظف تأمل جاب كبيرة بالطبقات بتصير بتصير اللي عم يشكل الكتاع خاص يعني اللي هو حداد النجار اللحم السوبر ماركت أي أحد عم يشتغلوا بالدولار وهو عم يشتغلوا بالدولار وهو هيك ايه هو هيك عم يصير بس هده كل بقاية هو يأخدوا باللبنانة يعني ما أنت اليوم ما لأيش عفن رويتب مع كل المساعدات العالمية تحكي عنها ما بتوصل لزيادة لـ 25 لـ 30 بالمئة على حجم الراتب نسبة للتضخف وفعليا ما بتطلع 10 بالمئة إذا بتحسبها بينما الأسعار تفعت ألف بالمئة كمعدل وسطي التالي في أن السلة الغذائية تفعت 3,250 بالمئة أسعار تفعت 3,250 دربت 30 مرة تزيد و32 مرة وبينما هو هذه الموضلة الأساسية بموضوع ولكن أنا أرى أن دار الجمركي أول على آخر سيقوم بطريقة سياسة القدم وآخر سيصل إلى نقطة ومشه كل على حساب المواطن اللبناني هنا أريد استغل هذه النقطة لأحكي نحن اليوم ننادي بإصلاحات حقيقية وليس على أن يكون الإصلاح منطئي ومراعات وضع الناس لأن اليوم أنا لا أستطيع أن أمسح أكثر من 30% من الشعب الادناني بهذه الطريقة يعني بأي أقرار من منطئ أولا مثلا موضوع الاتصالات اليوم أنا ما أرى فلا بالعالم ترفع من 1050 إلى 25000 يعني ترفع التعريف السبعة عشر مرة سبعة عشر مرة والمواصف ما أخب معاش والخدمة بعد سفر أقل من السفر أضرب صارت إذا عمس معنا معالي وزير التصالات الخدمة أسوأ من قبل أسوأ بكثير يعني هناك استغلال واضح من المواطن ما فيها الدولة ترفع دولار الجمركي وتخليه معاشه هو بزيت من المواطن وما فيها الدولة اليوم بالموضوع المودعين ترفع عيدة بالمرة وما تتدخل بالمرة رؤونية صرفت أكثر من 65% من أمواله لهذا أنا أقول الحل الحقيقي يكون نبعد المنكافة السياسية على جنب والانتقام السياسي على جنب من بعض ونحاول نعمل اتفاق حقيقي بين كل قطاعات الدولة من المصارف من المصري المركز ومن المودعين ومن الدولة ومن الزلعيين ونعمل خطة التعافي حقيقية على أن تكون خطة تتشاور مع أصحاب الإختصاص والشأن وما تكون خطة تنزل إسقاط عليهم لأنه لا يستمر لأن الإسقاط دائما يكون ضد محدد وما فيه يأتي أنا حتى أحمي من الآخر السلطة الفاسدة التي أهدرت الأموال معظمة والتي هربت الأموال هي السلطة نفسها والتي سرعت الأموال أو استغلت الكرتلات الموجودة لحتى أحميها لا يمكنني أول ضحي بالمودع ومن ثم ضحي بالمصارف ومن ثم ضحي بالمصرف المركزي وإخر أخر 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 من الأزمة هاي هون تحكييني بشي كثير مثالي وما ترجع بتردني على الواعي اللي هو هذا الواقع للأسف دكتور جباعي ملف النازحين السوريين يعني كثير صار ضاغط على الوضع اللبناني وكثير عم يرجعين ينحكي فيه أدى اليوم هيدا الملف عم بيأثر علينا كاللبنانيين وعلى الوضع الاقتصادي بلبناني على بداية ما فيني يحمل النازحين السوريين أسباب الأزمة ولكن نتيجة الأزمة يتحطى بساهم هلأ 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 تبنان ما عد قادر يتحمل وجود النازحين السوريين لأنه وقع بهذه الأزمة وعنده العجز المير الضخم وهذه الكوارث النقدية والمالية والاقتصادية لا يمكن يتحمل 1.5 أو 2 مليون نازح سوري موجودين بالبنان خاصة اليوم أنه معظم الأراضي السورية أصبحت آمنة وشفنا على العيد كانوا يروحوا يعني كل فتا يروحوا السوريين يروحوا على سوريا ويرجعوا على لبنان اليوم لأ بدي يكون في حل لهذا الموضوع لأنه برجع أقول لك أنه ممن سبب بالأزمة ببدايتها ولكن اليوم بالكوارث الموجودة في لبنان صار ما عد قادر بعد الشعب اللبنان يكمل بيدا الضغط الدموغرافي الكبير الموجود عليها هلين ما يستمر علينا بالرغيف الخبز لا بكل شي بالرغيف الخبز بالوظائف بالاستغلال البنى التحتية بكل الأمور حتى بالكهرباء اليوم دولي لا يمكن تأمن لا يوجد كهرب لكن عندما تخف الضغط وتخف الضغط وتخف العدد السكان هذا يؤثر بنوعا ما أنا لم أفعل لك الحال يأتي إذا فلوا السوريين أنا أنا كن كل الاحترام والمحبة للشعب السوري الشقيق ولكن اليوم لبنان سواء كان سوري أو غير سوري ما كان اليوم نازح عندي على أرض أنا لا أستطيع التحمل لأن لا لدي الإمكانيات أمّل لشعبي إذا لا أستطيع أمّل لشعبي خبز ولا أمّل قهرباء ولا أمّل ماء 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 الشرب يستطيع أمّل إياها لا يمكن أن أستقبل شعب حجم الشعب الثاني يمكن قد الشعب الابناني أو أخفر بشوية إذا عمل أحصائي حقيقي خيزة فيجوزة في 2011 2012 صاروا مخافين سبعة بمئن أولاد كل واحد لهلأ حسابه إذا كان خمسمائة ألف صاروا أربعة مليون يمكن ما يعرف قديش صاروا لأنه في خلف كتير وعلى حساب الشعب اللبناني أنا بعد بموضوع ملف ترسيم الحدود برأيك هذا الملف قبل ترسيم الحدود في سؤال برحكت عم بقرأ أرتيكل عم بينحكى قديش ضربة على المرفق أو الانفجار اللي طالع على المرفق قديش أثر على الاقتصاد بالمنطقة ككل قديش غتنت إسرائيل من انفتاح يعني فتح العالم كله على مرفق حيفا صح اليوم هيدا الموضوع قديش يعني اليوم حدا انتبه لهيدا الموضوع حدا هم يحكي بهيدا الموضوع كتير انتبهنا لهيدا الموضوع وقلنا من أول دقيقة طلع انفجار المرفق قتبنا المقالات أنا شخصيا قتبت ستة سبع مقالات هيدا الموضوع أكثر من عشرين مقابل نحكي بالإعلام أنه المستفيد الأكبر هو العدو الإسرائيلي اليوم تدمير مرفق بحجم مرفق بيروت مشبك مع العديد من المرافق الدولية والعالمية بدخل إنتاج سنوي يفوق المليار دولار تقريبا في إنتاج وفي ترانزيت وفي مليون شغلة المرفق الأول اللي حيستفيده مرفق حيفا خاصة بعض الطبيع مع بعض الدول العربية وصار في إمكانية استعمله مرفق حيفا كمرفق تجاري ومرفق للترانزيت اللي أصبح بديل على مرفق بيروت ولبنان خصت كتير بدمار المرفق اقتصاديا بيكفي قللك بس بعد من ضرب مرفق بيروت تأثر سعر الدولار الضعف بالحد الأدنى لأنه بطل يدخل عنا عملات أجنبية اللي كانت تفوت يوميا من خلال مرفق بيروت التجارة المحلية والدولية تأثرت بالنسبة للبنان وأيضا اقتصادنا تأثر كمصدر أساسي كان هو مرفق بيروت اللي هو بيحتمل كان يتحمل جزء أكبر من تصدير البضائع اللبنانية للخارج وكان مسؤول عامات تبادل التجاري فبالتالي لبنان خسر كتير والعدو الإسرائيلي استفاد كتير من هذا الموضوع فبالتالي اليوم لا أريد أن أفكر من فجر المرفق ومن ما فجر المرفق أريد أن أبحث بسيط العلمات استفهيم بالسياسة المستفيد الأول هو العدو الإسرائيلي والخاصر الأكبر هو لبنان وإذا أريد أن أتماشى مع فكرة الحصار على البلد أريد أن أقول لك إذا أحد أفجر المرفق يكون هو اللي محاصر للبلد لأن تفجير المرفق هو سبب أساسي باستكمال الحصار والضمار الاقتصادي بالبلد يعني كما يترع لأنه ليش اليوم ما تزبط بعد لليوم المرفق ورجع بالحجم اللي كان فيه بالقبل سنتين صارنا سنتين يعني ما بعرف الوين العوض يوم ماشي ماشي الحركة فيه ولكن لا يكفي نحن بحاجة لعادة إصلاح وفي عنا مخططات كثير أنا مرة أحد المهندسين اليوم شو اللي عم بعرق العمل أنا رأي كمان الأمور السياسية وجزء من أنا بجأتلك من شفائي شغلي ما تطمح بدولار من صندوق النقد قبل الترسيم وما تطمح بتثبيت المرفق وغيره قبل الترسيم يعني كله مرتبط ببعضه اليوم الموضوع مرتبط هون ياما نروح على ترسيم حدود ولبنان بيكون أخذ حقه بعد المعادلة في رضيطة المقاومة وحاكيها سمحت السيد حسن مصر الله أنه لا استخراج من عند العدو الأسرائيلي قبل التنقيب من عندنا وبدل الاستخراج إذا نجحت المقاومة اليوم بتثبيت هذه المعادلة سأقوم مكسب للبنان ليه مش الدولة بإمكانية أنا بشيث أن الدولة عندها إمكانية حقيلة مواجهة العدو الأسرائيلي عسكري بكل شيء فيه لا أعم بحكي بالتثبيت ما هي المشكلة لأنه أصلا ما أقف الدولة الإبنانية وأن ظهر للعالم أنه موحد براك أحدا بيعرف كل واحد مع مين مربط ومع أي أجهة مربط بقى أنت السياسة الإبنانية معروفة كيف والامتداد الخارجي للكواء السياسية معروف كيف اليوم الترسيم هو الأساس يامن نروح على ترسيم واتفاق ويتلاقي حل اقتصادي شامل يبدأ من الدولار للمرفأ للاقتصاد يبقى تروح على صراع عسكري ومن بعدها نشوف شو النتيجة الباحث والخبير الاقتصادي الدكتور محمود جباعي أهلا وسهلا فيك ببرنامج الحاجب السياسي شكرا مشاهدينا لهم نكون وصلنا لختام الحلقة اليوم نهار التانية معكم نتواصل نحن وياكم إزا الله راد بكرة اشتركوا في القناة